اشتركوا في القناة ويحدا فينا معرف أن اليوم الآخر هو يوم القيامة تعالوا أنا وياكوا هيك لأشي معين وبعدين بنروح على المتعودين أنه ناخده بخط إيذنا ماذا لالة قوله تعالى؟ طبعا حبايب الطلاب المتميزين يعني أنت بتاخد عنه فكرة فقط تعرف أن الغاية من خلق الإنسان هي عبادة الله خلص بس هذه الفكرة اللي بدك تأخذها هذا للطالب المتميز أما الطالب اللي الضعيف أنت عارف الغاية لحالك تمام علل برضو كمان هذا لو قرأنا قراءة بكفينا وزيادة يجي للسؤال اللي بعضه وانتوا صغار كانوا يحكولكوا أركان الإيمان وأركان الإسلام أكيد حافظينهم صح؟ قل آه يعيني عليك ممتازين هلأ أركان الإيمان الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والرسل إلى آخرين سؤالنا لما نقول الإيمان باليوم الآخر شو معنى الإيمان باليوم الآخر؟ كلمة إيمان يا براء هي اعتقاد جازم يعني عندي اعتقاد يقيني خلص فيش مجال للشك إذن هذا دا معنى الإيمان الإيمان هو الاعتقاد الجازم طيب إحنا بنحكي لإيمان باليوم الآخر إذن هو اعتقاد جازم بوجود حياة أخرى أبدية بعد الموت شو معلها الحياة؟ آه يا براء شو معلها؟ أبدية متى بتكون؟ وبالمقابل يحاسب الله فيها الإنسان على أعماله إذن هذا معنى الإيمان باليوم الآخر طيب إجانا سؤال قال شو واجب المسلم اتجاه اليوم الآخر؟ شو واجبك عندك مسلم اتجاه هذا اليوم الآخر؟ بدون ما تشده حالك بدنا ناخد الفكرة فقط بس هايها فكرة حتى مش راح نخططها واجب المسلم أن يؤمن بكل ما أخبر به الله تعالى وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أخبار يوم القيامة بنكون إحنا استبقنا هيك عشان تعرف من حد ما بتبلش النفخة الأولى لحد ما يدخل أهل الجن الجنة وأهل النار النار وما يجري بينهما إذن هذا واجبنا إنه نؤمن بوجود هذا اليوم طيب تعالوا أنا وياكم للسؤال اللي بعده هلا أنا دليل اهتمامي ببراء مباشرة صرت أنادي باسمه أقول له يا براء يا براء دليل اهتمامك بالمادة بتلاقيك كل ساعة بتراجعها وبتسمعها هل القرآن الكريم اهتم باليوم الآخر؟ نعم طب أعطيني أدلة إذن القرآن الكريم في عنده دلائل وعنده مظاهر تدل على أنه اعتنى باليوم الآخر أعطيني هاي الأدلة طيب نبدأ بدليل دليل براء بيقول لي أستاذ أنا متعود لما بحفظ بحط مفاتيح للنقطة فبتلاقيني بحفظ بنقول له انت فخم يا براء أكيد بدنا نحط المفاتيح أول اشي أول مفتاح عنا انه ركن هلا بنكمل الشريح تابعه بس خلينا نفهم انه ركن رقم اتنين انه في ربط بين شغلتين رقم ثلاثة في اكثار ورقم اربعة في تسمية إذن عنا اربع مفاتيح الركن والربط والإكثار والتسمية نبدأ بوحدة وحدة أول دلائل أو أول مظاهر أو أول الأمثلة انه القرآن احتم باليوم الآخر اعتبر الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان شو بتجوبني بتقول لي أستاذ فهمت يعني أنا إيماني ما بيكون صحيح إذا ما آمنت باليوم الآخر هاي معنى كلمة ركن إذن لا يصح إيمان المسلم إلا به فهمت شو معنى كلمة ركن يا براء تمام إذا الركن إنه إيماني ما بيكون صحيح إذا ما آمنت باليوم الآخر طيب نيجي لرقم اتنين بتتذكر وانت صغير كانوا هيك الناس لما بيجوا عندك ضيوف يسألوك يقولك مين بتحب أكتر ماما ولا بابا مدي موقعوك فأنت بتكون ذكي جدا شو بتقول الاثنين إذا دليل الاهتمام إنه ربط الإيمان باليوم الآخر مع إيمانك بالله عز وجل خلص فهمناها إذا ربط التنتين ببعض إذا إنت مؤمن بالله إذا لازم تكون مؤمن باليوم الآخر إذا إنت مؤمن بالشغلتين طيب بدي أجي لنقطة خليني أقول ممكن يصيدك فيها بالوزارة قالك لأن الإيمان بهما يضبط سلوك الإنسان فيحرص على العمل الصالح خليني أوقف لهن شو معنى اللي حكيته بيجيك سؤال بيقولك من دلاء الاعتناء القرآن باليوم الآخر أنه يضبط سلوك الإنسان فيحرص على العمل الصالح أي مظاهر الاهتمام باليوم الآخر دلت على ذلك أنه ركن وإلا الربط وإلا الإكثار وإلا التسمية أيوة يعيني عليك إذن هي الربط وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ربط بينهم نيجي للنقطة الثلاث أنت لما بتشوف مثلا بني آدم بذكر اسمك كثير هيا تسمعني كل ساعة يا براء يا براء يا براء إذن في اهتمام إذن الإكثار من ذكر اليوم الآخر لو ما كملتش عادي فلا تكاد تجد موضوعا من موضوعات القرآن إلا ويذكر اليوم الآخر طيب نيجي لرقم أربعة أكيد إذا اسمك محمد مرة بدلعوك حمودة مرة بدلعوك أبو حميد كذا إذن في أسماء هذا دليل اهتمام براء بدلعوه بروا أبو البراء كل ساعة بطلعو له شغلة أبو البر نعم إذن رقم أربعة هذا دليل اهتمام إنه سمى اليوم الآخر بأسماء كثيرة تعالوا ناخد هذه الأسماء من الأمثلة عليها يوم الدين ويوم الحساب ويوم القيامة إذن يوم الدين يوم الحساب يوم القيامة الدين راح تتحاسب عليه وإذا ما جبتش علامة كاملة بتقوم قيامتك هاي أول جملة ليجي للي بعدها بقولك الواقعة صح وحفظتوها وانتو صغار ممتازين القارعة حفظتوها وانتو بالكيجي وان صح؟ صح في عنا كمان اسمين الطامة الصاقة هذه بتدل على الأحوال اللي بتصير بهذا اليوم إذن هذه الأسماء إشارة إلى الأحداث التي تقع في اليوم الآخر طيب إحنا خلصنا الأربعة بدنا نطبق عليهم من خلال النصوص ماشي يا أبو البر ماشي يا أبو البر بسم الله قال لك أعطيني أنو وحد من الأربعة من خلال النصوص ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب حلو وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ هاي كمّن لك وَالْيَوْمِ الْآخِرُ وَالْمَلَائِكَةَ وَالْكِتَابُ وَالْنَبِيِّينَ صح؟ إحنا حكينا مدى العد اليوم الآخر والملائكة ما هدول أركان الإيمان بدون تردد إذن بتذكر يا أبو البراء كلمة ركن تماما نجي للبعديها ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر حلو وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا إذن إحنا بنحكي يوعظ به من كان يؤمن شوف من كان يؤمن بمين؟ بالله آية براق واليوم الآخر إذن ربط بينه ولا ما ربط إذن ربط القرآن اليوم الآخر بالإيمان بالله ليجي لرقم ثلاثة هو حديث النبي ما احنا حكينا قبل شوي قلنا وكذلك ربط الرسول بينهم إذن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واللي بعديها فليكرم ضيفه واللي بعديها فليقل خيرا أو ليصمت؟ إذن برضو الرسول صلى الله عليه وسلم ربط بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر إذن هذا السؤال يعتبر تطبيق للسؤال الإيمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر